نمر الآن إلى سيمبل برولم 1 100 باوند فورس أكتس أشوان 300 باوند بلوك زي ما نشوفه هنا في فورس بي بقيمة 100 باوند متبقة على البلوك بي اللي عنده وزن هنا بيساوي 300 باوند والموضوع على أرضية مائلة the coefficient of friction between the block and the plane يعني coefficient of friction الاحتكاك الموجود هنا بين البلوك والبلين الكوفيشنت امتاعه بيساوي ميو أس لو أنت بتتكلم على static friction بيساوي 0.25 وميو كي بيساوي 0.20 لو أنت بتتكلم على kinetic friction طبعا ميو أس المقصود به هنا والكوفيشنت للفريكشن الحركي للفريكشن السكوني عفوا وهنا الميو كي للفريكشن الحركي determine whether the block is in equilibrium and find the value of the friction force هنا رح نحدد هل البلوك هذا رح يفضل في حالة توازن أو أم لا وبعدين رح نجد كم هي قيمة قوة الاحتكاك عشان نحل المسألة هذي we will determine first the friction force and normal reaction اللازمة عشان يفضل عندي توازن المرحلة الثانية we will calculate the maximum friction force يعني كم تساوي الفم اللي هي بتساوي ميو أس ضرب normal force وبنقارنها بعدين مع the friction force required for equilibrium ونشوف لو هي أكبر منها it will not slide يعني رح يفضل البلوك في حالة توازن الحالة الثانية if the maximum friction force is less than the friction force required for the equilibrium يعني هي تطلع أصغر منها في الحالة هذه the block will slide رح ينزلق إلى تحت وبالتالي لازم نحسب kinetic friction force طبعا هنا أول شيء أرسم القوى الخارجية المتبقة على البلوك عندي وزن هنا W وعندي من هنا force P وهي معطا وهنا رح يكون عكسها friction force F وهنا رح يصير في normal force تكون دايما عمودية على plane المائل قلنا أول مرحلة رح نجيب friction force and normal reaction force for the plane from plane required to maintain equilibrium وهذه بتكون قوة الاحتكاك وردة الفعل اللازمة عشان يفضل عندي توازن طبعا هنا رح أكتب معادلات التوازن مجموعة الفرسوس باتجاه الـ X بتساوي سفر ومجموعة الفرسوس باتجاه الـ Y بتساوي سفر هنا بالنسبة بالنسبة للوزن W رح أعمله إسقاطات على X وعلى Y طبعا لو افترثت أن هذه هي ألفة الإسقاط هذا رح يكون W cosin alpha والإسقاط هذا رح يكون W sin alpha مع إشارة سالبة وهنا أيضا مع إشارة سالبة ليش لأنها عكس المحور X وبالنسبة لهذه إنها عكس المحور Y طبعا هنا القوة اللي باتجاه الـ X إيش عندي عندي الـ P موجب اللي هي بتساوي 100 وعندي هنا minus W cosin alpha minus W cosin alpha وطبعا هنا cosin alpha لو كتبت cosin alpha اللي هي بتساوي المقابل المجاور على الوتر رح تأتيني طبعا alpha هذه نفسها رح تأتيني 3 على 5 أو عوضت هنا cosin alpha ب3 على 5 والإشارة السالبة زي ما أشرت هنا لأنها عكس المحور X وبالنسبة لل force F أيضا عكس المحور X فبتكون سالب F لو كتبت المعادلة الأولى هذه المجهول الوحيد هو force of friction أحل المعادلة وأجيب قيمة F بتساوي سالب 80 pound أمر الآن للمعادلة الثانية مجموعة الفرس باتجاه Y بتساوي 0 0 طبعا هنا عندي N موجبة لأنها في نفس اتجاه Y وعندي هنا minus W sin alpha رح تكون سالبة لأنها عكس اتجاه Y وبالنسبة الساين alpha بتساوي المقابل على الوتر وطبعا بتساوي هنا أربعة على خمسة الأربعة على خمسة هذه هي بتمثل الساين alpha المجهول الوحيد هو N أجيب قيمة الآن بتساوي 240 pound then I will calculate the maximum friction force وبقارنها مع الفriction force required for equilibrium اللي هي الفرس F هذه كم قيمة المكشم friction force استعمل معادلة التالي بتساوي ميو S ضارب N ميو S معت 0 25 وال N حسبتها هنا بتساوي 240 pound 0 25 ضار 240 أتحصل على 60 pound 60 pound أقارنها مع الفريكشن force اللي هي سالب 80 طبعا نأخذ القيمة المطلقة هنا يعني هي أصغر من 80 pound فبالتالي the block will slide down the plane يعني الفريكشن غير كافي لإصدار توازن فبالتالي رح يصير انزلاق بالنسبة لل block هنا طب لو فيه انزلاق يعني فيه حركة رح أحسب هنا kinetic friction force طبعا أستعمل القاعدة التالية fk بتساوي mu k n وهي actual friction force mu k معت 0.20 و240 أنا حسبتها من قبل هي normal force 0.20 ضارب 240 رح تحصل على 48 pound يعني عموما رح يصير فيه حركة لأسفل فهنا الفريكشن رح يكون عكس الحركة وبيساوي 48 pound زي ما وجدنا هنا وبالتالي المئة اللي هنا غير قادرة لإصدار التوازن فبالتالي بيصير الحركة وهنا يصبح handy friction force حركية يعني friction force بتساوي 48 pound شكرا على الانتباه